تفقد محافظة العاصمة المقتى عدن أحمد سالم ربيع علي سير أعمال صيانة الكابلات سير أعمال صيانة الكابلات الأرضية الخاصة بالمؤسسة العامة للكهرباء بعدن المنطقة الأولى بمديرية التواهي وشكر لمحافظة سالمين كل الجهود المبذولة من قبل قيادة المديرية والمنطقة الأولى إلى تحسين خدمات الكهرباء بعدن ونوها أن تلك التحصينات والتطوير لشبكات النغل سيترافق مع إنشاء محطة كهرباء عدن الجديدان 264 ميجاوات كما استمع المحافظة من قبل أمين عام محلي التواهي سعيد شيباني ونائب مدير المنطقة الأولى بكهرباء عدن سالم الوليدي استمع إلى شرح مفصل تضمن جميع الأعمال الإنشائية والفنية التي تقوم بها الفرق الفنية بموازات شارع الهلال والمحاورة لإدارة موانئ خليق عدن وأكدوا أن تلك الأعمال سيتم إنجازها في موعدها المحدد